أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 28 كانون الأول ديسمبر القمر موجود في منزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث القمر فيها حتى تمام الساعة 51 دقيقة بتوقيت جرينتش من عصر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الميزان فما زالت بتأثر علينا صفات برج الميزان على جميع الأبراج فهاي تعتبر أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لا لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر أمني للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة اللي ما زالت مؤثر علينا خلال الفترة هاي أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين عطارد وبين الزهرة طبعا هاي زاوية إيجابية ورح تستمر لغاية يعني من اليوم لغاية يوم ثلاثين اتناعش هاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين نبطن طبعا هاي مستمرة لغاية يوم ثمانية وعشرين اللي هو لليوم مساء وبعدين بتنتهي هاي زاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الممتزجة يعني بين الإيجابية والسلبية مع بعض هي زاوية بين الزهرة وبين بلوتو طبعا هاي مستمرة لغاية يوم ثلاثين اتناعش عادة هاي بإيجابيتها بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وخصوصا للعلاقات الناجحة أكثر فبتدعم أكثر فأكثر أما بالنسبة للعلاقات السلبية أو العلاقات اللي فيها مشاكل أو اللي لسه ما استقرت بالكامل فهاي بتخلي مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وبرضو بمع انتهاءها بتسببنا نوع من أنواع الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس بين المريخ وبين زحل وهاي مستمرة لغاية يوم ثلاثة واحد والتزديس يعني إيجابي بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها بالأمور اللي لها علاقة بالعمل بالمشاريع يعني طاقة كبيرة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع السلبية اللي هي بين زحل وبين أورانوس وطبعا هاي سلبية وتأثيراتها شوية عنيفة لأنها بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات طبعا هاي زاوية لها تأثيرات على أمور لها علاقة بالحوادث الطبيعية مثل العواصف والزلازل سقوط الطائرات أو الطائرات أو سكك الحديد وبتدل على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم أو اللي ذروتها اليوم أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية تربيع سلبي رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون برضو بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة اتناعش وتسعة عشر دقيقة ظهرا أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم في هاي اللحظة بيتجهوا للتنفيس عن مشاكلهم من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون الساعة ثنتين وست دقائق عصرا بتوقيت جرينتش طبعا كل أوقات وهي زاوية تأثيرها طول اليوم بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون الساعة تسعة وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينتش بنهتم بشكل كبير في مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني مثل عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار وعلما أنه حكينا خلو المسار مدة خمس دقائق هذا اليوم فعشانيك خلو المسار بيبدأ من الساعة تسعة وعشرة بتوقيت جرينتش مساء وبيستمر لغاية ساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش طبعا لازم نذكر أنه هاي ساعة سلبية واللي هي المدة الخمس دقائق هاي وما بيعني يعني ما بنقدر نبدأ فيها بأي عمل جديد أو توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وهذا بنطبق على أي خلو المسار حتى لو كان مدة دقيقة بنطبق على مدة الدقيقة هاي طبعا الساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وبصير موجود أو استقر في برج العقرب لما ينتقل القمر ويصير في برج العقرب فبتصير هاي الفترة يعني منصير فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم مثل مثلا أو شراء بيت يعني القرارات أو الأمور هاي بما أنه القمر أغلب اليوم رح يكون موجود في برج الميزان فما زالت الأعضاء الأكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية اللي هي الكلا الحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بالعمليات الجراحية دون الأشياء اللي ذكرناها الآن أما بالنسبة لعمليات التجميل فلا ينصح بعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بالنسبة لإزالة الشعر الزائد طبعا لأنه حساسية الجلد عالية فبنقول ديروا بالك أثناء إزالة الشعر هي مناسبة لإزالة الشعر الزائد ولكن بتقول ديروا بالك من التهابات الجلد أو تحسس الجلد يصلح لقص الشعر التجميلي والصدغي اليوم ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل بالنسبة لمطعم كورونا عادي جدا اليوم مع الأخذ بعين الاعتبار اللي هو أخذ بنادول كل ست ساعات حبتين بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويصير في برج العقرب فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الخميس 3012 بيبدأ فيه تمام الساعة خمسة وتسعة دقائق مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 11 وسبع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 11 و32 دقيقة مساء بيصبح 25 يوم نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد بنسبة 45% القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح يمثل في العقرب لغاية يوم 3012 سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 21 سعيد بنسبة 70% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 1 سعيد بنسبة 0 المريخ في القوس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل برج الحمل هكي ممكن تتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة أهمش أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحذر القطيعة والدعاوى القانونية في هذا اليوم دير بالك أنه أي عدو ظاهر بالنسبة لإلك فبكون قوي وأقوى منك فعشان هيك ابعد عن المشاكل قدر الإمكان ولأنه برضو ممكن أنه أي عراقيل أو أي استفزاز اليوم يثيرك بزيادة ويستفزك بزيادة فما تقدر تتمالك نفسك برج الثور العمل زي ما حكينا هو أكثر الأشغال أو الأشياء اللي بتشغل بالك لأنه اليوم القمر ما زال موجود في البيت السادس فبتجدوا أنه اليوم بيتراكم العمل أكثر من المعتد ولكن ممكن تجدوا نوع من أنواع تعامل من أحد الزملاء أو المعارف أنه يساعدك في إنجاز بعض الأعمال أهم شي انكوا تمارسوا نوع من أنواع الحركة أو النشاط اليوم عساس لياقتكم أو نفسكم أو صحتكم يعني ما تخلوا اليوم في نوع من أنواع الخمول بتكوا تتحركوا بتجدوا نوع من أنواع أنه الأعمال بلشت تتراكم أو تتداخل مع بعض بتصيروا مشغولين بأكثر من أمر في نفس الوقت فعشان هيكي بتكوا تحاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة وحاولوا قدر الإمكان انكوا تنتبهوا لصحتكم لأنه برضو الفترة هاي بتركز على أمور الصحة وبتعمل علامات استفهام برج الجوزة برج الجوزة الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها بنوع من أنواع التنازل أو المصالحة أو أنك تتقرب أكثر من الأحبة بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات لأن الحظوظ بتدعمك بشكل كبير ممكن اليوم تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة فعشان هيك تعتبر هاي الفترة فترة إيجابية فلازم تستثمرها وتستغلها فطول اليوم ما فيه خلوم مسار والزوايا إيجابية برج السرطان طبعا القمر ما زال اليوم الثاني على التوالي موجود في بيت العائلة وبيت البيت فعشان هيك بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم فبإمكان كل يوم تتفاهموا وتتعززوا العلاقة مع أفراد العائلة أو تتقاربوا منهم أو يصير في لقاء عائلي أو مناسبة عائلية أهم شي تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات بتحمي حقوقك حاول أنك ما تفرض رأيك فهاي تعتبر فترة مناسبة جدا حتى للأمور اللي بتتعلق بالتنقلات أو بالنقاشات وبرضو بالاستثمار برج الأسد القمر ما زال موجود في البيت الثالث لا إليك فعشان هيك بيظل النشاط مسيطر عليكم بشكل كبير فاليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة بالامتحانات بالمقابلات بالنقاشات بالتنقلات بالسفريات القصيرة بالاتصالات على أنواعها فاليوم بإمكانكم اجتياز امتحان برضو عندكم قدرة من تعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران أو تعاون معاهم أو يساعدوكم في أمر ما بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصك يعني على حسب أنت شو بتشتغل أو طبيعة حياتك نشاطاتك عالية بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير عن رأيك بوضوح ممكن تعبر عن مواقفك برضو بكل جراءة أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء ما زالت الأجواء بتركز على الأمور المالية فعشان هيك اليوم برضو بفتح لكم فرص لمكسب مالي بيكون على الأغلب يا من عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا دعم يا هدية أو جائزة الأجواء ما زالت إيجابية على هاي الأمور ممكن تستدوا ديون لألكم أو يكون عندكم فواتير تنشغلوا فيها وتبرمجوها وتكون لمصلحتكم أو تطالبوا بحقوق لألكم أهم شيء إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب ما تبلغوا بمصاريفكم بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية والأهم تنتبه على أموالك من السرقة أو ضياع أو من المحتالين برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقها بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد أكثر فأكثر بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من طلقة ذاتها لصالحك الأجواء جيدة ودعم لأيلك من ناحية ثقة بالنفس من ناحية الطاقة صحة معنويات كل الأمور جيدة ما عليك إلا أنك تتحرك وتستغل الفترة هاي طبعا الفترة هاي برضو ممتازة للمصالحات وللتقارب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء يعني في ساعات المساء المتأخر شوي بتشعروا بالراحة ولكن من الآن لساعات المساء بتتراجع صحتكم شوي بتكن تنتبهوا لصحتكم أو ممكن تشعروا ببعض التعب أو الملل حاولوا أن تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من العمل العاجل حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد لأنه هاي فترة فارغة من الحظ يعني بدك تحاول أنك تحلل الأمور بهدوء وتبتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات وبرضو ما تأخذ بثقة لأي شخص بوعدك بشيء ممكن ما يحقق ثقته ويخلف وعده برج القوس بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء اليوم أكثر فأكثر وتعاونهم وتعاونكم معهم ولكن حاولوا إنكم ما تفرضوا حالكم أو سيطرتكم على أصدقائكم في هذا اليوم منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أو لقاء أصدقاء أو اتصال أو يعني نوع من أنواع التواصل مع الأصدقاء أهم شيء نكون تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء ما تستسلم وكرر المحاولة الأجواء إيجابية ودعملة إلك بقوة فعشان هيك حاول تستغلها اليوم لإنجاز كل شيء ضروري ومهم برج الجدي القمر ما زال موجود في بيت الصمعة فعشان هيك هذا يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تغيير على طبيعة عملهم اليوم تجدوا أنه شوي في تقارب ما بينكم بين المسؤولين ممكن يقدروا جهودكم أو يثنوا عليه أو يكرموكم أو يعني يكون في نوع من أنواع توكيل أشياء مهمة لإلكم طبعا إذا أنجزتوا كل شيء على أكمل وجه يعني في معنى آخر أنه بيت الصمعة والعمل هذا بتتسلط عليك الأضواء أكثر فأكثر إما إيجابياً وبتكون لمصلحتك وبتنشهر أم أو سلبياً وهذا الشيء بضر بسمعتك فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك ما تجازف وما تغامر ما تخالف القوانين عشان ما تشوه سمعتك برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو إجتياز امتحان الأجواء داعمة وبقوة لإلك فعشان هيك ممكن بعضكم يبدأ عمل أو دراسة أو دورة ممكن تناقشوا بقوة وذكاء وتتجرؤوا على رفض أي شيء ما بناسبكم أهم شيء أنه ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوة تجربة جديدة في محتمل لبعض موليد برج الدلو إما أنه بفكر بموضوع سفر أو أي شيء له علاقة بالأجانب خارج البلاد أو مؤسسات تعليمية برج الحوت ما زالت الأجواء طبعا تضغط على البيت الثامن هي مش ضغط سلبي هذا البيت الثامن فيه إيجابيات وفيه سلبيات ولكن إيجابياته أنه أنت بتركزه على الأمور المالية المشتركة وبتصير فرصة متاحة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وبتتجاوب معاكم أكثر فأكثر وأعمالك كلها بتكون يعني فيه تركيز عليها وممكن يعني تسمع صدى طيب أو شكر على إنجازاتك أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعدار وفي نفس اللحظة انتبه على أموالك من السرقة والضياع والمصاريف اللي ما إلها داعي هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء